اشتركوا في القناة ان شاء الله اليوم بدنا ناخذ بيانات ونعيد لف هذا البريك هذا عبارة عن تقريبا بريك ملفوف زي ما انتم شايفين بهاي الطريقة طبعا اليوم بدنا نحاول وطالع منه سلكين ما في عليه بيانات ولا في عليه لوحة ولا عليه اشي انا بتوقع انه بشتغل على اثنين فاز يعني على فازين 380 فولت فبدنا نحاول ناخذ بيانات ونفكه ونعيد لفه ان شاء الله في البداية بدي افك انا طبعا هاي الخشبات بتيجي بين المجموعات هنا بتيجي هيك هاي فانا بدي اسحبهم على اساس اني ارجحهم نفسهم يعني بعد ما خلص لف ان شاء الله فبدنا نتعلم ونشك بنا ناخذ قياس يعني بهذا الشكل يعني شكل ملف هايه لاحظوا كيف وبدنا نكتشف توصيلته على اساس ان ايد لفه خليكم معانا طبعا فكيتم على الخشبات اللي على باب المجرى طبعا ومني اجي الى الاسلاك اللي خارج لبرا بمشوف هذا السيلك مثلا نرفعه بنلاقيه جاي من تحت لاحظوا من تحت مش من اخر اللف يعني مش من اخر اللف اذا هذا بداية اذا هذا بداية جاي من جوه الملف من جوه الملف من تحت اذا هذا بداية الملف اللي هون بداية الملف اللي هون والان احنا لو رفعناه نشوف هاي نهايته هاي النهاية هاي نهاية هاي فوق اللف كله لاحظة هيسلك وتحرك هيني بحركه اذا هذا فوق الاسلاك فوق الملف اذا هذا النهاية اذا توصيله نهاية مع نهاية البداية برا نهاية مع نهاية نهاية مع نهاية هايها من تحت وهاي جاي من جوا اذا هاي بداية اذا نهاية مع نهاية وبداية مع بداية لاحظوا هاي هاي بداية كمان لاحظوا هنا جاي من جوا من اول اللف من تحت اذا بداية اذا بداية مع بداية ونهاية مع نهاية وهي هنا نهاية مع نهاية وبداية مع بداية المفروض انه اذا كان كله زي ما هو هيك نهاية مع نهاية وبداية مع بداية لما نلف ونرجع في الاخر للسلك الاول اللي خرج لبرة السلك الثاني لازم يكون بين نهايتين السلك اللي خرج برة لازم يكون بين نهايتين وهي كمان وصلتين نهاية مع نهاية وبداية مع بداية وهي وصلتين نهاية مع نهاية وبداية وهي وصلتين نهاية مع نهاية وبداية مع بداية الآن السلك الخارج لبرة الثاني هذا اللي حكينا عنه الأول هذا الثاني الآن هاي جايبين وصلتين نهاية مع النهاية هاي هاي نهاية وهاي نهاية وهي السلك اللي طالي لبرة جايبينهم إذن هذا توصيلته عادي متجاور نهاية مع نهاية وبداية مع بداية والآن بسحب ملف وبعده أو ملفين وبنشوف كيف إن شاء الله بل كي شوفنا كيف بدنا نعزله وكيف بدنا نعيد لفه بإذن الله خليكم معنا طيب الآن أنا سحبت ملف زي ما انتوا شايفين وعديته يعني 250 لفة طالي سلك وقس سلكو سلكو أربعة دزيم هاي نهايته احنا عساس نأكد على التوصيله هاي نهايته الملف اللي سحبته أنا هاي نهايته طبعا بدايته هاي 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 اللي هي خارج برة ونهايته هاي 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 موصولة في نهاية الملف اللي جنبه اللي هو هذا لاحظوا هيها وهاي بداية الملف اللي جنبه لاحظوا إنها من برة أنا عساس أكد لكم بس على التوصيله لاحظوا إنها جاي من جوة من تحت الملف اللي بيدل إنه هاي هذا سلكو أول شيء لفناه يعني القصد إنه هذا ملفوف يعني ملف بنزل وملف بنزل جنبه يعني ملف معدول وملف معدول بنزل جنبه بعدين ملف معدول وملف معدول معدول ملف معدول ملف معدول ملف معدول وتوصيله نهاية في نهاية وبداية في بداية هاي هي أنا ما بدي أنا أطول بالفيديو كثير وكذا ما بعرف أصور إذا كان بدي أنا ألفه أو لا يعني إني أعزل وأصور طريقة لفه لكن يعني أصبح الآن معروف يعني مدام أخذنا بيانات وأخذنا الكذا فقط بنزل و بنساوي ورق وملف واحد و بنزله و بنصله نهاية بنهاية وبداية في بداية وهاي هي ما بعرف ربنا يسر الخير بنشوف خليكم معنا طبعا أنا عملت ورق طبعا وحتى نزلت فيه أنا ملفين أو ثلاث هاي ملف الثالث يعني ممكن أورجيكم أنا كيف نزلته عملت ورق عادي زي ورق المحرك العادي يعني هنا مثني هنا ومن هاي الجهة مثني نفس الشي ونزلت طبعا من محل الخروج لأسلاك أنا كنت معلمها نزلت أول واحدة وهي نزلت الثاني جنب طبعا في الآخر أنا رح أدق عليه وأجلسه يعني أعمله زي ما كان مربع زي ما كان الأصلي هاي وفهذا الشكل كان هيك جاي زي مثلث رح أعمل هنا هيك إن شاء الله في الآخر بعد ما أنزل وأسقط كل شي بدق عليه وبعمله في هاي الطريقة بس الآن رح أخليه زي ما هو هيك على أساس أسهلي فيه التسقيط طبعا طبعا بنزل أنا طرفين مجموعة في المجرى وبعزلهم بورقة يعني بعزل هذا الطرف بورقة وطرف اللي أنا اللي بدأ نزله بعزله كمان بورقة وبعدين بنزلهم لتحت شوي وبسكر باب المجرى زي ما أنتم شايفين هون هيك وبكمل شغل إن شاء الله طبعا حكينا العدد 245 لفيس لك أربعة دزيم يعني ممكن أورجيكم أنا كيف بنزل المجموعات طبعا تنزيله سهل جدا ما فيه أي مشاكل إن شاء الله رح أورجيكم أنا كيف بنزله بعد شوي خليكم معنا ولا تنسوا زي ما أبوصيكم دايما أبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودومتوم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة